ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله 35 لقاحا في مرحلة متقدمة لكن من المنتظر أن تكون جاهزة خلال منتصف السنة المقبلة وأضاف الناجي أن عدد اللقاحات لا يهم لأن المهم بالنسبة للجميع هو أن تتبت هذه اللقاحات نجاعتها وأن لا يكون لها أعراض جانبية وأفاد الخبير في علم الفيروس أنه من الممكن أن يكون لهذا اللقاح أعراض لأن الشخص الذي يتواجد في أستراليا ليس هو نفس الشخص الذي يوجد في هولندا أو المغرب لأن هناك جينات خاصة بكل شخص وبالتالي من المنتظر أن يكون هناك أعراض أو أمراض تانوية لهذا اللقاح وقال المتحدث نفسه أن المغرب وقع على اتفاقية شراكة مع المختبر الصيني سينوفارم في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد للكوفيد 19 من أجل تجربته في المغرب وأوضح الناجي أن الشرط الوحيد الذي وضعه المختبر الصيني ضمن البروتوكول العلاجي هو عدم إصابة المتطوعين بأي أمراض مزمنة من أجل معرفة فعالية التلقيح نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي